السلام عليكم نعك سيف من ساينفوك كيف لقد ساعدك؟ بهدف تهيئة المستشفيات والمؤسسات الرسمية والخاصة للأشخاص الصم وتوفير لغات الإشارة لهم جاء مشروع الكتاب المرشد لذوي الاحتياجات الخاصة ليوفر الترجمة المرئية بسهولة وضمان تقديم الرعاية الطبية المناسبة بأسعار رمزية بالسابق كنت أنا لما أروح على المستشفى المستشفى ما أقدر أتواصل مع الكوادر العاملة في داخل المستشفى كنت دايما أستعين بحدا من أهلي كان شيء بصراحة متعب صعب حتى أهلي ما كان يتقن لغة الإشارة كانت المعلومات توصلني بشكل لأسف ضعيف جدا حتى لما أروح على البنك لما أروح على البنك إذا بدأ وقع ورقة أو أنا تواصل مع الموظفين داخل البنك كان كمان التواصل كان صعب الآن صار فيه مشروع اسمه الكتاب المرشد وهذا بيوفر لغة الإشارة عبر اتصال مرئي صار يتوفر فيه المستشفيات والمراكز وأيضا البنوك لما أروح على المستشفى الآن بخلال هذه الخدمة صار سعيد جدا وقدر تواصل مع الطبيب بكل سهولة وسلاسة خلال المترجم الظاهر داخل جهاز التابلت مشروع الكتاب المرشد والذي عمل عليه فريق متخصص من ذوي الإعاقة وأبنائهم وحقوقيين من شأنه أيضا تهيئة البيئة المناسبة والميسرة للأشخاص ذو الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمجتمع والحد من التحديات وتذليل العقبات لشريحة تقدر بخمسة في المئة من المجتمع الأردني هذا التطبيق يمكن الأشخاص الصم من التواصل مع مركز لغة إشارة في مكان تقديم الخدمة وهون احنا بنحكي عن الخدمات الصحية من أجل سهولة التواصل بينهم وبين مقدم الخدمة فمقدم الخدمة بيستخدم الكلام المنطوق في حين أنه مركز لغة الإشارة يترجم هذا الكلام المنطوق إلى لغة إشارة للشخص الأصم ويعيد ترجمة الإشارات إلى كلام منطوق لمقدم الخدمة وبهذه الحالة بيصير تواصل وحصول الخدمة الصحية للشخص الأصم كما يهدف المشروع لتحويل كل ما هو مكتوب إلى صوت منطوق ولغة إشارة من خلال QR كود أو البر كود وترجمة مختلف الأخبار الصادرة من المؤسسات الرسمية أو وسائل الإعلام وبشكل مجاني عبر فريق من المترجمين المتطوعين زيد الخليفات المملكة عمان